تابة صباحكم أيها المستمعين والمشاهدين نحن اليوم في اليوم التاسع من الحرب الدائرة في غزة توافعنا الأكثر ويتكلم معكم الآن الحاخام يونتوف حاكوهين أنا من موليد حلب الشهباء وعشت في سوريا منذ سنة 1955 أنا قد ألفت الكتاب واصدرته الكتاب اللي هو التوراة من تفسير المعالي الحاخام سعادية جوون الذي كتبه التفسير هذا في بابل يعني تقريبا منذ ألف ومئة سنة أنا أتكلم معكم أن أعرف ما زكاله اليوم خالد مشعل من ناحية أنه المكاتلين الحمساويين قد أخطأوا بكتل الأبرياء والنساء والأطفال في سريرهم وعندما كتعوا رؤوس الناس وأخذوا أعرهائن من الأطفال والنساء والشباب والشيوخ فأنا أريد أن أتكلم معكم بكلام الله إن التوراة هي لغة الحق قال لنا لازم كل إنسان يعرف أن له من يراه في الأعالي ولا هو يعرف كل تفكير كل كول وكل عمل من كل فرد وفرد منكم ومن كل البشر قال الشيخ الكرداوي الكبير المشهور أن الإسلام هم يعاملون رهائن بلطافة ويعطونهم الماء والغزاء ولا يكون أي إنسان ألطف من المسلمين لأنهم يعترفون بالله تعالى وهم يتساوون مع كل البشر في رحمتهم على الأبرياء أنتم المسلمون قلتم على لسان الشيخ الكرداوي بأنكم رحمون على الأبرياء والنساء والأطفال فلذلك أنا أقول لكم فردا فردا اليوم أنتم اليوم في تجربة حقيقية من عند الله إن أنتم كنتم مؤمنين بالله بالحقيقة فمشوا على كتاب الله أنتم تعلمون أن التوراة هي نور وهدى ويمكن أن يكون أن تقولوا أنكم تعاكبون من هو يهودي ولا يسير في طريق الله تماما ولكن هل عندكم الإشارة من الله هل هو أرسلكم من قال لكم أنتم المسؤولون عن الشعب اليهودي أنتم وحدتم صف الشعب اليهودي ونحن الشعب اليهودي لا نخاف منكم أبدا وأنا شخصيا كحخام يهودي الذي يتلك يتلك كوتي من الله تعالى وليس من أي مساد أو شباك أو أي جهة رسمية هنا في إسرائيل وإنما أقول لكم من الله تعالى إليكم أنت يا حمساوي أنت يا كائد في الحركة الجهادية أنت يا مستشار في الحركة الجهادية أنت يا رجل محارف في الحركة الجهادية كل واحد منكم هو هو مسؤول عن ما يجري لهذه لتلك الرهائن وعندما قائدكم خالد مشعل المشهور ويقول لكم نحن واختأنا بحق المدنيين الموجودين الذين كانوا موجودين في غلاف غزة فلا ذلك فلا لازم تدفعوا هذا السمن هذا الخطأ بأن تفرجوا السراح كل المعتكلين أو الرهائن من عندكم بدون مكابل هذا أولا لأنكم تعرفون أن الله يعاكب الزالمين في هذه النحية أنتم تختلفون مع مكان الشيخ الكرداوي بأن الإسلام هو الأحن والأحسن معاملة للرهائن فأنا أريد أن تبرهنوا على ذلك وتقولون أن نطلق سراح رهائن بدون أي مكابل أولا لكي يغفر لكم زنب قتل الأبرياء الأولاد في سريرهم وتحتيم رؤوس الرجال والنساء والشيوخ وأنا أبارك فيكم إن عملتم ذلك وأنا أقول لكم أن الله سيعطيكم أجر ما عملته وكما جاء عندكم يسكنوا الأرض الأرض المكدسة وإذا جاءوا عند الآخرة جئنا بكم لفيفا هذا معناه أن الشعب اليهودي خي وقائم منذ أربعة أربعة ألف سنة تكريبا أكثر من أربعة ألف سنة من زعاد سيدنا إبراهيم أنتم اليوم يمكنكم أن تبرئوا نفسكم من الأخطاء التي عملتوها منذ تسعة أيام وتتلقون صراح رهاين بدون أي مكابل واليوم تعلنون ذلك والسلام عليكم